ايه اللي حصل النهاردة؟ مش هكلمك الكلام العريض عن اللعيبة والمدرب وقالة اللعيبة واصل المدرب عمل ومع ماتش الكلام ده ما يتقلش الوقتي بصراحة يعني عشان شايف النهاردة الناس على السوشيال ميديا لما عارفتها لما امسك امسك او ايه حاجة دول ما بيعرفوش يعملوا حاجة صبر يا جماعة لسه لسه المشوار وان شاء الله ربنا يكرمنا فيه اللي قدر اقوله بس نحن النهاردة كنا فيه قلق بتفهمش ليه تلعب مع المنتخب من المفترض ان انت حسن منه بكتير دومينيكان خسرنا من امريكا في نهاء الكونكاكاف ستة لاشيق ستة لاشيق وفي مباراة والده اخيرك خسرنا سبع لاشيق فمن المفترض ان انت داخل المباراة انت كعبك عالي تبقى متطمن تبقى مرتاح تلعب بمزاجك تلعب لعبك ده ما حصلش النهاردة بعيد خدود متبعدة تلاقي مجموعة في الدفاع ومجموعة اخرى في الهجوم مش عارفين نطلع بالكورة هما بيطلعوا بالكورة حسن مننا احنا بنتوتر مش عارفين مرر تلعتين تلاتة على وراء بعض في بعض الفترات النادرة في المباراة كنا الافضل كنا الافضل ومنحاول وبنوصل للجون وضيعنا وضيعنا عبدهم خطت فعا سائي جدا لو كنا دوسنا بنزين بس شوية وهجبنا بشكل قوي جدا كنا هنقدر نسجل بس يعني المباراة في المجموعة كانتش جيدة معظم اللاعبين ما كانوش في افضل احوالهم انا الوحيد اللي هستثنيه النهاردة بصراحة كان ماشي بشكل كويس هو محمد النني على حجم المجهود البدن اللي عمله النهاردة دفاعيا وهجوميا مش بقول ان احسن مباراة بس هو كان افضل لعيم منتخب مصر النهاردة لو بصيت هتلاقيه ان هو فارق تسع وعشر سنين عن معظم اللاعبين في ارض الملعب وكان اكتر اللاعبين اللي بيجروا في الملعب النهاردة وعمل مجهود بدن كبير جدا من الديها الأولى للديها الأخيرة ان شاء الله كل اللاعبين يبقوا في حاليتهم المباراة اللي جاية نشوف زيزو نشوف إبراهيم عادل نشوف قسامة جلال نشوف عفوا نشوف عمر الفايد نشوف حسامة عبد المجيد نشوف قسامة فيصل نشوف كل اللاعبين في منتخب مصر نشوف شحاتها ماشي بشكل كويس لو دخل يبقى كويس محمود صبر هيخش المباراة بتاعت أسماني مش هينفع المباراة اللي جاشة لسه الإقاف موجود نشوف كريم الدبيس نشوف أحمد عيد نشوفهم كلهم في أفضل حالة ممكنة كلهم كل اللاعب النهاردة كيت خارج الفورمة تماما باستثناء زي ما قلت لك النهاردة تقريبا يعني ها محمد ان انت مش عايز ندوس قوي في القصة دي مش عايز اطول فيها مباراة وعدت واللي جاي ان شاء الله يكون أفضل بإذن الله يعني أصعب وأفضل يعني هو أصعب اللي جاي أصعب بس بإذن الله تكون فيه أفضل ونعد المرحلة دي بيهدو يعني